السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا بكم النهاردة عني شرح الدرس الرابع سيناء ارض الفيروز شعر للدكتور يوسف خليف والنص ده حفز من الوحدة الثالثة جيش مصر الممتصر من منهج اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول الدرس الرابع سيناء ارض الفيروز شعر للدكتور يوسف خليف والنص حفز يتحدث الشاعر يوسف خليف عن فرحته بعودة سيناء الى ارض الوطن موضحا جمال سيناء واصالتها وطبيعتها الخلابة وقصرة خيراتها وكنوزها مؤكدا على ضرورة تكريم ابطال اكتوبر الذين صنعوا هذا النصر العظيم وتقدير الشهداء الذين قدموا ارواحهم مهرا للحرية والسلام في هذا النصر الدكتور يوسف خليف يتحدث عن فرحته بعودة سيناء الى احضان الوطن موضح جمال سيناء واصالتها وطبيعتها الخلابة وقصرة خيراتها وكنوزها مؤكدا على ضرورة تكريم ابطال اكتوبر الذين صنعوا هذا النصر العظيم وتقدير الشهداء الذين قدموا ارواحهم مهرا للحرية والسلام نقرأ مع بعض النص سيناء عروس بدوية سيناء خيول عربية سيناء حمامات بيض وسنابل قمح زهبية وجداول من عطر رقراق فوق ضفاف وردية سيناء مناجم فيروز وكنوز عقيق سحرية سيناء تميمة وادي النيل تعود الى صدر الوادي سيناء تعود وساق النور يصب كؤوس الأضواء وحمام أبيض مثل النور يرفرف بين الأحياء وغصون من شجر الزيتون تغطي وجه الصحراء وطيور خضر فوق الأفق تحيي ذكر الشهداء وغناء فوق شفاه الحور يحيي أغلى الأسماء الشاعر يوسف بوليف شاعر مصري معاصر تخرج من كلية الأداب جامعة القاهرة وحصل على جائزة الملك فيصل في الأدب وجائزة الدولة التقديرية وله ديوانان في الشعر هما نداء القمم ومواقع النجوم شرح وتحليل النص أول أربع أبيات بعنوان سيناء الجمال والأصالة والعطاء عن نقر الأبيات مرة أخرى سيناء عروس بدوية سيناء خيول عربية سيناء حمامات بيض وسنابل قمح زهبية وجداول من عطر رقراق فوق دفاف وردية سيناء مناجم فيروز وكنوز عقيق سحرية أول حاجة معاني الكلمات عروس الفتاة في يوم زفافها والجمع عرائس بدوية تسكن البادية أي الصحراء والمضاد حضرية والجمع بدويات خيول المفرد خيل وهو الفرس الواء بن قصين الحصان بعد كده عندنا بيض المفرد بيضاء سنابل المفرد سنبلة وهي نبتة القمح قبل أن تحصد إبا سنبلة نبتة القمح قبل أن تحصد زهبية المراد لونها أصفر مثل الزهب جداول المفرد جدول وهو مجرى مياه صغير عطر رائحة طيبة الجمع عطور وأعطار رقراق لامع ومتلألئ ومتحرك طفاف شواطئ المفرد ضفة مناجم أماكن وجود معادن في الأرض كالذهب والفضة وغيرهما المفرد منجم فيروز حجر كريم أزرق يمين للخضرة كنوز المراد سروات مدفونة المفرد كنز عقيق حجر كريم لونه أحمر وهو اليافوت المفرد عقيقة الجمع عقة سحرية المراد فاتنة وجزابة بعد كده نشوف الشرح البيت الأول يرى الشاعر جمال سيناء في فتيات البدو الحسنوات كما يرى أصالتها وعروبتها في أصالة خيولها العربية البيت الثاني شرحه فهي رمز للسلام بحمامها الأبيض المحلق في سماؤها الصافية ورمز للخير بسنابلها ذات اللون الزهبي اللامع شرح البيت رقم ثلاثة بيقولك ويجد صفاؤها وجمالها في انسياب جداولها المائية ذات الضفاف المملوء بالورود طيبة رائحة البيت الرابع شرحه فهي أرض غنية بما فيها من كنوز كالفيروز والعقيق بعد كده نشوف مواطن الجمال عندنا أول حاجة سيناء عروس بدوية تصوير تصوير لسيناء بالعروس البدوية مما يوحي بجمالها عروس نكرة للتعظيم إذا تصوير لسيناء بالعروس البدوية مما يوحي بجمالها وكلمة عروس نكرة للتعظيم سيناء خيول عربية تصوير لسيناء في أصالتها بالخيول العربية الأصيلة مما يدل على عروبتها وأصالتهم طب عندنا خيول عربية توحي بالعراقة والانتصارات هنا عندنا بدوية عربية بينهما إيقاع موسيقي جميل يطرب الأذن ويجزب الانتباه بالنسبة لي سيناء حمامات بيض وسنابل قمح زهبية سيناء حمامات بيض تصوير لسيناء في هدؤها بالحمام الأبيض الذي يرمز للسلام سنابل قمح زهبية تصوير لسيناء في وفرة خيرتها بسنابل القمح ذات اللون الأصفر الزهبي الذي يلائم لون رمالها وجبالها هنا عندنا سيناء حمامات بيض وسنابل قمح زهبية تعبير جميل مزج فيه الشاعر بين لون الحمام الأبيض المحلق في سماء سيناء واللون الزهبي لسنابلها في لوحة بديعة تبهر الناظر إليها بعد كده عندنا وجداول عطر رقراق تصوير لسيناء في صفائها وبهائها بجداول المياه العطرة تصوير لمياه الجداول في صفائها ورائحتها الجميلة بالعطر الجمع في كلمة جداول يفيد الكسرة فوق ضفاف وردية تعبير جميل يدل على قصة النباتات ذات الروائح العطرة المتواجدة على ضفاف جداول المياه وردية توحي بالجمال والأمان في عندنا سيناء مناجم فيروز تصوير لسيناء في كصر الصرواتها الطبيعية بالمناجم المليئة بالمعادن والأحجار الكريمة مما يوحب أهمي السيناء وعظامتها وكنوز عقيق سحرية تصوير لسيناء في تعدد مصادر صرواتها بالكنوز السامينة والعظيمة بعد كده عندنا مناجم كنوز التنكير يفيد التعظيم والجمع يفيد الكسرة طيب هنا أقول لك تزوق معنا سيناء عروس بدوية أجمل من سيناء فتاة بدوية ليه؟ قال لك لأن كلمة عروس تدل على الفرح والذينة والجمال بعد كده عندنا البيت رقم خمسة إلى البيت رقم عشرة بعنوان عود السيناء تضحيات تقدم وأمال تتحقق تضحيات تقدم وأمال تتحقق نقرأ مع بعض الأبيات مرة أخرى سيناء تميمة وادي النيل تعود إلى صدر الوادي سيناء تعود وصاق النور يصب كؤوس الأضواء وحمام أبيض مثل النور يرفرف بين الأحياء وغصون من شجر الزيتون تغطي وجه الصحراء وطيور خضر فوق الأفق تحيي ذكر الشهداء وغناء فوق شفاه الحور يحيي أغلى الأسماء نشوف مع بعض معاني الكلمات أول كلمة معانا تميمة تميمة ما يعلق في العنق لدفع الحسد أو ما يتبرق به الإنسان والجمع تمائم وتميم وادي النيل المراد مصر صدر المراد حضن الجمع صدور الوادي المراد مصر الجمع الأودية والوديان والأوداء والأوادية ساقي الجمع سقار النور المراد الحرية والجمع الأنوار يصب يسكب ويملأ كؤوس أكواب مملوئة كؤوس أكواب مملوئة والمفرد كأس الأضواء الأنوار المراد الأفراح المضاد الظلمات المفرد الضوم يرفرف يبصد جناحيه ويحركهما المراد يطير ويحلق المضاد يسكن ويثبت غصون فروع المفرد غصن الأفق منتهى امتداد البصر الجمع الآفاق بعد كده عندنا شفاه المراد أفواه المفرد شفاه الحور النساء البيضوات زوات العيون الجميلة المفرد الحوراء هنشوف مع بعض الشرح البيت رقم خمسة شرحه عاد السيناء المباركة الغالية لحضن أمها مصر أما البيت رقم ستة شرحه وقد تحقق النصر فأذهب بنوره كل ظلام وغمرت الفرحة قلوب المصريين البيت رقم سبعة وانعكس النور بلا معانه على أجنحة الحمام الأبيض الذي يرفرف في سماء سيناء فرحا بالنصر معلنا عن بدء عصر السلام البيت رقم تمانية وغطت غصون الزيتون التي ترمز إلى السلام صحراء سيناء البيت رقم تسعة شرحه وامتلأت السماء بالطيور الخضر تحية وسلاما لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل سيناء البيت رقم عاشرة وتغنت النساء الحسنوات بأجمل الأغاني وأعزبها في حب سيناء أغلى الأسماء مواطن الجمال سيناء تميمة وادي النين تصوير لسيناء بالتميمة التي تعلق بالعنق مما يوحب سمو قدرها في قلوب المصريين وتصوير لوادي النين بشخص يلبس تميمة تعود إلى صدر الوادي تصوير لسيناء بطفلة تعود إلى صدر أمها مصر مما يوحب أنها جزء لا يتجزأ من مصر ساق النور تصوير للنور بشراب يسقى مما يوحب الفرحة والبهجة والانتصار العظيم وتصوير للحرية التي نالها الشعب المصري بالنور يصوب بكؤوس الأضواء تصوير للأضواء بشراب يملأ الكؤوس مما يوحب الفرحة الشديدة بعودة سيناء الأضواء جمع للكسرة وتوحب الفرحة بعد كده عندنا حمام أبيض مثل النور تصوير للحمام الأبيض بالنور في نقاء لونه مما يوحب جمال الحمام يرفرف بين الأحياء تعبير جميل يوحب انتشار الفرحة والسلام بين الناس بعودة سيناء الحبيبة وغصون من شجر الزيتون تغطي وجه الصحراء تعبير جميل يبرز مدى السلام والنماء اللذين انتشر بسيناء بعد تحريرها رقم تسعة وطيور خضر تحيي ذكر الشهداء تصوير للطيور الخضر بأشخاص يحتفلون بذكر الشهداء وصف طيور بخضر يدل على جزء يسير من نعيم الجنة الذي يعيش فيه الشهداء غناء فوق شفاه الحور تعبير جميل يدل على سعادة النساء الحسنوات بالنصر وانشادهن الأغاني فرحا بعودة سيناء يحيي أغلى الأسماء تعبير جميل يدل على سمو منزل السيناء عند المصريين بعد كده عندنا صاق النور يصب بكؤوس الأضواء حمام أبيض يرفرف بين الأحياء وطيور خضر تحيي ذكر الشهداء وغناء فوق شفاه الحور مشاهد تملأها الحركة المبهجة والألوان البراقة الجميلة الدل على حسن سيناء وروعتهم والأصوات المفرحة المنطلقة من غناء النساء الحسنوات التعبير بالأفعال المضارعة فيه تعود يصب يرفرف تغطي تحيي يحيي يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة بعد كده عندنا تحليل النص في سؤال وجواب عندنا أسئلة لقياس استيعاب محتوى النص سين واحد بما وصف الشاعر سيناء في الأبيات فعد قول بأنها جميلة مثل العرائس البدوية مصرية أصيلة كالخيول العربية رمز للسلام بحمامها الأبيض مصدر للخير والنماء مياهها ذات رائحة عطرك الورود أرض مباركة سين اتنين ربط الشاعر بين جمال والأصالة في وصف سيناء وضح ذلك فتقولي جمال في وصفها بالعروس والأصالة في وصفها بالخيول العربية سين ثلاثة سيناء مليئة بالثروات الطبيعية والخيرات وضح ذلك أرضها غنية بكنوز الفيروز العقيق وبها سنابل القمح الزهبية مصدر الخير والنماء وبها أيضا المياه الصافية سين أربعة رسم الشاعر بألوانه لوحة فنية جميلة لسيناء وضح ذلك اتضح ذلك من الحمامات البيض والسنابل الزهبية والطيور الخضر سين خمسة كيف عبر الشاعر عن الفرحة بعودة سيناء إلى أرض الوطن بيّن الشاعر أنه عندما عادت سيناء انتشرت أنوار النص وزالت ظلمة الهزيمة رفرف الحمام الأبيض في السماء سيناء فرحا بالنص غطت غصون الزيتون صحراء سيناء امتلأت السماء بالطيور الخضر تحية لأرواح الشهداء تغنت النساء الحسنوات بأجمل الأغاني في حب سيناء سين ستة ما قيمة الألوان المستخدمة في النص بيض رمز للسلام زهبية رمز للصروة والغناء خضر رمز للنعيم والأمان سين سبعة لماذا جمع الشاعر في قصيدته بين الحمام الأبيض وغصون الزيتون ليؤكد الرغبة الصادقة في نشر السلام سين تمانية على ما يدل وصف طيور بخضر يدل على جزء يثير من نعيم الجنة الذي يعيش فيه الشهداء سين تسعة لماذا خص الشاعر الشهداء بالذكر اعترافا بما قدموه من تضحيات من أجل الوطن سين عشرة ما دلالات كل المن سنابل القمح الضفاف الوردية غصون الزيتون فنقول سنابل القمح تدل على الخير والنماء الضفاف الوردية تدل على الجمال والأمل غصون الزيتون تدل على السلام سين حداشر على ما يدل تكرار اسم سيناء في الأبيات يدل على شدة حب الشاعر لها ومكانتها العظيمة في قلبه بعد كده عندنا اسئلة لقياس فهم وتزوق النص سين واحد متى عادت سيناء إلى حضن الوطن بعد العبور العظيم في السادس من أكتوبر عام 1973 سين اثنين ماذا تمثل سيناء لمصر تمثل جزء لا يتجزأ من أرضها فهي مصرية أصيلة لا يمكن التفريط فيها سين ثلاثة ما الدليل على أن سيناء جزء لا يتجزأ من أرض مصر إننا حاربنا من أجل استردادها فعادت إلى حضن أمها مصر سين اربعة ماذا يحدث إذا تم احتلال سيناء مرة أخرى سندافع عنها بالغالي والنفيس ونقدم أروحنا فداء من أجلهم سين خمسة ما واجبنا اتجاه سيناء أن ندافع عنها بأروحنا ودمائنا أن نعمرها ونحسن استغلال مواردها فيما يحقق الرخاوة التنمية لمصر سين ستة كيف يمكن الاستفادة من أرض سيناء فتقولي إقامة قرى السياحية على أرضها تشجيع الشباب على تعميرها وزراعة أراضيها استثمار مواردها وخيراتها سين سبعة ماذا نتعلم من هذا النص فتقولي سيناء ذات طبيعة ساحرة وخيرات وفيرة سموا مكان السيناء في قلوب المصريين التضحية من أجل الوطن للشهداء منزلة عظيمة عند الله وبكده نصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى